سائل اللي بيسأل عن امتى أصوم وامتى أفطر يعني أفطر أول ما الأذان المغرى يقول الله أكبر ولا استنى لما يقول أشهد وعلا إلهي لله ولا استنى لما يخلص الأذان وامتى أوقف الأكل أول ما الأذان الفجر يقول الله أكبر ولا ممكن أستنى شوية بعد ما الأذان يخلص وصلوا يا جماعة تعريف الأذان عند الفقهاء هو الإعلام أو الإعلان بدخول الوقت فالمؤذن بيأذن لما الوقت بيخش فلو النهاردة أنت صايم والمؤذن قال الله أكبر الله أكبر يبقى وقت المغرب دخل فأنت من حقك تفطر أول ما المؤذن يأذن ليه؟ لأنك أنت خلاص دخل الوقت ومين اللي قالك إن الوقت دخل؟ المؤذن أعلمك بدخول الوقت إذن أول ما يقول لك الله أكبر يبقى المغرب خلاص دخل وكذلك في الفجر لما تحب تصوم مؤذن الفجر يقول الله أكبر يبقى جيه خلاص وقت الفجر يبقى توقف أكل على طول إذن النهاردة ما فيش انتظار لغاية ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله سواء في الفجر أو في المغرب خلاص هو أعلمك بدخول الوقت